سائل يقول العمل في شركة المسطر كارت يعني الشركات بطاقات الاعتمان في الجملة هل العمل فيها مشروع أم لا؟ جميل أقول له يا ولدي لبطاقات الاعتمان أهمية بالغة في واقعنا المعاصر لأنها تحل محل العملة النقدية وتغني عن حمل النقود والاحتفاظ بها فصرت بذلك من الحاجات التي لا يكاد يستغنى عنها لا سيما خارج ديار الإسلام مقدمة مهمة بطاقات الاعتمان يا ولدي نوعان بطاقات مغطاة برصيد نقدي لحملها الديبت كارت ويستحق مصدرها أجرة معلومة مقابل إصدارها وهي أداة وفاء جائزة شرعاً لأن العوض الذي يترتب على التعامل بها يسدد من أرصدة حامليها وحاملوها يستخدمون أموالهم ليس فيها لا قرد ولا شفية قرد لهذا يجوز التعامل بهذه البطاقات كما يجوز استصناعها والعمل في الشيكات التي تصدرها أو تقوم على تسويقها نوع الثاني يا ولدي البطاقات غير المغطاة برصيد نقدي لحملها وهذه أنواع بطاقة اعتمان تصدر مقابل أجرة معلومة تشتري فيها بالدين مع تحديد طريقة معينة للسداد دون ترتيب فائدة هذه فقط تصدرها المصارف الإسلامية ولا أعلم لها وجوداً خارج ديار الإسلام إن وجدت في الشرق أو في الغر هذه البطاقة مشروعة استخدامها مشروع العمل في تصنيعها واستضارها وتسويقها مشروع الحمد لله لأنها في النهاية ليس فيها لا قر ولا ربا النوع الثاني بطاقات اعتمان رباوية تشتري بها في الذمة سلعاً أو خدمات مع ترتيب فائدة في ذمة المدين طبعاً محرمة شرعاً لأن الاقتراض بالرباء لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها وبالتالي هذه البطاقات الربوية لا يجوز تصناعها ولا استصدارها ولا العمل في الشيكات التي تصدرها أو تسويقها النوع الثالث مثل النوع السابق بطاقات كريدت كارب تعطي مهلة محددة من غير فائدة ربوية تعطي فترة سماح من تأخى عن السلاد في هذه الفترة طبقت عليه الفائدة غير جائزة في الأصل لما تتضمنه من شرط فاسد فلا ينبغي استصناعها ولا استصدارها ولا العمل في الشيكات التي تصدرها أو تسويقها ويرخص لأصحاب الحاجات في التعامل بهذا القسم الثالث من البطاقات عندما سيس الحاجة إليه وعموم البلوى والعدام البديل مع وجوب العزم على السداد في المواقيت المضروبة قبل مضي الأجل وترتب الفائدة وعند غلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك لكن العمل في استصناعها أو في استصدارها أو في تسويقها وهي لم تستوفي شروطا مشروعية لا يحل لأن الترخص في الانتفاع بالشيء لضرورة أو لحاجة لا ينسحب على العمل في استصناعه أو تسويقه إلا عند الضرورات هذه المعاني صدر بها قرار عن مجمع فقاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره حول ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام